شكل النادي الان حمش عارفين النادي الها اللي بلعب ازاي؟ نضبوط بس هو فيه فرق في الاداء لما بتبقى انت النهار ده عندك تحضير سريع جدا وتحركات اللعيبة البعض ايه انت نقيت لي خمسة النهار الحقيقة دول عمل وشكل لبعض يعني فيه تمريرات بتبقى مسمرة فاللاعب هو اللي بيخلي النفسه يعني اجايب تحركاته بفتح مسافات المعلول من الخلف نخليهم ستة بقى فبقى فيه تدعيمات اللي احنا كنا طلبينها عشان نعوض قصة 4-2-3-1 اللي احنا بنكلمها فبيناش عارفين احنا لعب 4-4-2 ولا اربعة وعد اربعة وعد ولا فبقى حكاية التحركات اللي بتحصل لعيبة البعض وبيسكوا في بعض والتمريرات يعني النهار ده انت بتجي من ناحية اليمين وتلاقي فيه تدعيم من محمد هاني طاير وبعدين علي معلول واللعيبة دي بتعمل سويتشات مع بعض وعندها ثقة خاصة كمان في تاني شط لما كسبت انت بتقول سولية حسام عمرو سولية لما نزل كمان نقطة نظام ونقطة دفاعية منظمة في ارسال الشكل حسام عشور يعني حسام عشور نهار ده بيحرر اول ما نزلكوا احنا عادين احنا تاني قلنا له ايه جولتول مجور ربع هيجي حالان دولوقت ليه لان فيه تحرر لأفشا وشولية كبير وخلاص اعتمدوا على حسام عشور نازل فريش مليان يقدر يعود اي شكل فيه رد الكورة على النادي العلي فده ما انت بتقول الخمسة دول عملوا عملية تمريرات لبعض وانتو هاتو شايفين بعد كل ما اللعب تحرك كل ما خاصة لعبت النادي العلي اللي عندها ميزة ان هم يعني شايفين معه بكويس او حتى اظهروا لما نزل اظهروا راح بكل التفكير وبكل الفكر وبكل الارتهاحية طبعا فرق سكور واضح مطمعش النفسه في كورتين واحدة دخلت جول والتانية لو كانت رمع وراح كان هابا فيش شكل حتى بمناسبة اظهروا كابتن شريف اظهروا راح ناحي تلمين من الواضح ان ريني فييلر قاله روح علعب هنا لانه اظهروا نزل في ديئة 75 اعتقد اظهروا في ديئة 76 الاربعتاشر ديئة اللي بيلعبهم تقريبا بيلعبهم ناحي تلمين اكتر من العمق انا انا مش عارف هل ده فعلا زي ريني فييلر ما قاله اه العب في المنطقة دي او الكورة حكمت على تحركات اظهروا انه استلمة في ديئة ناحية يعني انا حاسس ان شكل الموضوع وقفشة كان بيحصل معه سابورت جنبه وبعدين حتى ما نزل رمضان برضو لقيت رمضان انا كمان مال ناحية النص في زيادة شوية وراح له برضو ناحية اليمين فاعتقد ان حال الملعب اتعدل وفي ناحية الشمال مرة ما لقاش السابورت ان كرة جيله فهو بقى هو صانع السابورت بقى بيستلمها اريح في شكل الملعب تفتح اسلام انا بيستلم براحتي استلمها بقى ناحية المين استلمها ناحية الشمال حسب الدنيا ما بتتدور من التحضيرات اللي هي اللعبة بتعملها مش عاوز يقف كمان على معلول وعلى نفسنا اما يروح على الشمال يعني بيقف للسكة على معلول هو عايز يتحرر في الحتة الفضية المساحرة لان هو ازاره بالنوع السريع فعايز مساحة خالية فره وراحناك في مكان عما علول ايزان هو بيفل عليه عايز في العلال علول هو عايز يجب انها تانية ناقص ربع ساعة ولا حاجة رجل عايز لازم يتحرق في الحتة الفضية هو يجري فيها لأ المكان ده فاضي عايز يعرق في الملعب الجل الرابع اللي جابهونا سامير ده كل القطاط اللي جاية لواليد ازاره كنت